صرح المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين أن احتلال القوات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح البرية والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإواء ومراكز سكنهم ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة هي جرائم حرب يجب أن تحسب عليها دولة الاحتلال وطلب أبوردين الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باكتيح رفح الفلسطينية وتهجير المواطنين منها خاصة أن معظمهم من النازحين من شمال ووسط القطاع جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها منذ أشهر طويلة وسط صمت دولي غير مقبول مؤكدا أن هدف إسرائيل الدائم هو عدم قيام الدولة الفلسطينية وهي غير جدة في مسعيها لوقف إصلاق النار وتسعى دائما لإضعاف السلطة الفلسطينية